السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم راديا جسور جديدة كانت منها الفيديو يلقاكم بخير وصحة جيدة ان شاء الله اخبرت عليكم غبرة طويلة فالدروف صحية الحمد لله على كل حال وان شاء الله سنرجع معكم وشارك معكم وصفات في الطبخ وصفات طبيعية وصفات في التجميل كانت منها ان شاء الله الدعم ديالكم المستمر وكنشكر رقا الناس اللي سولوا فيها شكرا لكم بزاف بزاف فاليو ان شاء الله غد نشارك معكم تحلية الباناكوتا بالفارولة الشهية لديدة بزاف وكريمية بطريقة اللي سهلة وناجحة يعني بدون جيلاتين ولا كريمة سائلة ديسير اللي راقي جدا شكلا ومداقا كانت منها الوصفات اللي اعجابكم تجربوها لان فعلا كتستحق تجربة فاخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة مكونات اللي غادي نحتاجوا باش غادي نحضروا تحلية الباناكوتا غادي نحتاجوا كمية من الفريز او الفارولة غادي تغسلوها وغادي تنقيوها من بعد غادي نحتاجوا تقريبا هنا عندي ثلاثة دلمعارق كبار ديال السكر غادي نحتاجوا صاشيا ديال الفاني وغادي نحتاج هنا يا عندي عاصر ديال حامضة او ليمونا فهنايا بالنسبة لاول حاجة غادي نبدو بها غادي نحضروا المركز ديال الفراولة او مركز ديال الفريز فبالنسبة هنايا الكيمية ديال الفريز فانتوما كتتحكموا فيها يعني لحسب الكيمية اللي بغدت تحضرون انتوما ديال هاد تحلية هادي يعني عدد الافراد اللي غادي تحضروا لهم هاد تحلية فهنايا غد ناخد واحد الكاصرونة غد ندير فيها الفريز ديالنا بعد ما غسلناه غد نضيف عليه ساشي ديال فاني وثلاثة دلمع الكبار ديال السكر ساني ده فالسكر كيبقى على حسب الدوق هنا غد نضيف عصير ديال حامضة غد نصفيوها تقدرو للناس اللي ما كيبغيوش لماذاق ديال الحامض تقدرو تعودو بالعصير ديال بورتقالة وحدة فهنايا كي مشتوا معي غد ناخدو ذاك الخالي ديالنا غد نديرو على نار اللي غد تكون توسطى مع التحريك هنا حتى يبالينا ذاك اللي ما تبخر ويبقى لنا ذاك الفريز مع ذاك العصير ديال الفريز ومع ذاك السكر حتى يجينا شكل دياله كريمي فانتو ما غدي تشوفو في الاخير كيفاش غديكم يعني حتى يتقالينا ويعقاد لنا ذاك الخالي دياني يعني ما تخليوش متلوق بزاف وبالنسبة الناس اللي بغوا يتحنوه يقدروا يتحنوه أو تقدروا تخليوها كيكونوا في ايدوك طريفات هكا بينين ديال الفريز فهنايا غدي نخليو على جنب وغدي ندوزو مباشرة غدي نوجدو الكوز ديالنا اللي غدي نحضرو فيهم تحلية غدي ناخد هنايا اي نوعية تفضلونتو ما ديال البيسكوي فهنايا غدي تاخدوه وغدي تهرسوه غير بهالطريقة هدي او تطحنوه يعني ما تطحنوش بالسفحة يولي بودرة يعني تخليوه هكا كيما غتشوفو معي شكل دياله يعني غدي يكون بهالشكل هذا فهنايا من بعد ما تحنطو بهالشكل هذا غير درتلي ديال طريقة هكا ديال اي حاجة تاخدوها كاس او لا تدلك هكا وتهرسو بهذاك البيسكوي ديالكم من بعد هنا غدي ناخدو الكووس اللي غدي نقدمو فيهم التحلية غدي ندرو في ديال كيميا ديال البيسكوي بتكون متساوية بهالشكل هذا وبالنسبة للكووس اللي عندي فكووس اللي كبار تقدروا تستعملوا كووس اللي متوسطة وغدي تخرج لكم كيميا اللي كثيرة هنا غندوزو مباشر نحضروا الكريمة ديالنا غدي نحتاج هنا اترولاروب ديال الحليب غدي نحتاج معها ثلاثة ديال فرماجات متلتين وغدي نحتاج علبة ديال الياغورت طبيعي صرشي ديال فاني عندي ثلاثة ديال معالك كبار ديال السكر سانيدة غدي ناخدو كسرونا غدي ندير فيها الحليب من بعد غدي نضيف عليه ثلاثة ديال معالك كبار ديال الناشا او ميزينة غدي نضيف عليهم ثلاثة ديال معالك كبار ديال السكر سانيدة فاني السكر كيبقى على حسب الدوغ تقدروا تنقصو او تزيدو غدي نضيف عليهم مباشرة ثلاثة ديال الفرماجات متلتين او تقدروا تستعملوا احتى الجبن اللي كيكون مرباح تاوكي جزوين هنا غدي نضيف ثلاثة ديال الفرماجات اللي امتلتين وغدي نخلطو الخليط ديال نامز ينز يعني مباشرة غدي نديرو هاد الكريمة على نار اللي غدي تكون مهيلة مع التحريك فحاولوا يعني ما توقفوش يعني في التحريك باش ما تهبطش لكم ذاك النشاء اللقاع ديال الكاسرونا والتحرق لكم الكريمة ديالكم فهنا غدي تبقو مستمرين بالتحريك حتى تعقد لكم ذاك الكريمة انتو ما غدي تشوفوا القوام ديالها كيفاش غدي تكون هنا يا من بعد مع قتلنا ذاك الكريمة فغدي نزولوها على النار وغدي نضيف لها ساشي ديال الفاني وغدي نضيف عليها علبة ديال الياغورط طبيعي فصدقوني كجهات الكريمة اللي ديدة بزاف يعني بدون جيلاتين بدون كريمة سائلة يعني اقتصادية وسهلة في متناول جميع يعني تقدرو تحضروها يعني بطريقة اللي سهلة غدي نخلطو غدي المكونات مزيان مزيان غدي نخليوهم على جنبو هنا كيما كتشوفوا معايا ذاك المركز ديال الفريز او الفراولة القوام دياله من بعد ما كيبردره كيشد فرسو وكيزيدي عقاد هنا غدي ناخدو ذاك المربة او المركز ديال الفراولة وغدي نضيفوه مباشرة فوق ذاك الطبقة ديال الي بسكوي هكا غدي نوزعوه باح طبقة اللي غدي تكون رقيقة وتكون متساوية بهذا الشكل هادا من بعد غدي نبدو نضيفو الكريمة ديالنا باح طبقة اللي غدي تكون بهذا الشكل هادا فعنتو ما غدي تشوفوه شكل ديال الكووس ديالنا كيفاش كي يجي داك الطبقة ديال الالوان وفي نفس الوقت راك تجي ديدا بزا فهنا غدي نوزع داك الكريمة على الكووس ديالنا كاملين فتقدرو هنا يتستعملو كووس اللي صغيرة او متوسطة غدي تخرج لكم كمية اللي كبيرة بزا فهنا يا الكووس اللي استعملت انا كووس اللي كبار فهنا يا كتشوفو معايا الكريمة ديالك التحلية ديالنا من بعد ما درناها فتلاجح تبردات لنا وعقدات شدات فرصة هنا غدي ندوز مباشرة باش غدي نزينوها هنا غدي نزينها بقطع ديال الفريز او الفراولة بهالشكل هادا فانتو ما تزين كي بقى اختياري تقدرو تزينوها بخطوط ديال الفريز من الفوق ديال المركز ديال الفريز من الفوق او تقدرو تزينوها بالمكسرات او اي حاجة تقدرو تزينوها بها فتزين كي بقى اختياري هنا درت لها قطع ديال الفريز وضفت عليها اللوز مهرمش من الفوق غدينزينها بوريقة ديال نعنا فقط كتعطينا واحد الشكل اللي يزوين بزاف ديال التدرج ديال الالوان في التحلية ديالنا كنتمنى انكم تجربوها لان فعلا كتستحق تجربة كتجي لديدة بزاف وكتجي كريمية وفي نفس الوقت تحلية لراقية شكلا ومداقا فكنتمنى انكم تجربوها وترضو عليها وتعاليق وكنتمنى الفيديو ينال اعجاب ديالكم فانتو ما تشوفوا الشكل النهائي ديال تحلية ديالنا كتجي راقية هنا غدي تشوفوا معايا من بعد من اللي كان كتتقطعوها فكتجي عاقدة كتجي ديك الطبقة ديال بسكويم تحت وديك طبقة ديال المركز ديال الفراولة من بعد كتجي ديك الطبقة البيضاء ديال الكريمة ديالنا اللي كتجي عاقدة وكتجي لديدة بزاف كنتمنى تنال إعجابكم شكرا لكم دائما على كل دعم كنتمنى للقاكم فيديو قادم مع وصفات جديدة مع السلامة حولوا الفيديو ديالنا توصلوا لأكبر عدد من الإعجابات تقسموا مع الأهل ديالكم معرفكم وشكرا لكم دائما مع السلامة اشتركوا في القناة